اشتركوا في القناة على الحدثة اللي حصلت النهاردة الساعة الستة تقريبا الصبح على طريق الساحل واللي ما زالت الارقام الوفيات والاصابات ما زالت غير مؤكدة ومتبينة الى حد كبير لكن هو كان اوتوبيس تابع لشركة جوباس تقريبا جنوب العالمين كده حصل ان هو تصادم مع عربية نقل كما قيل يعني نقلا عن الوسائل الاعلام ان هو الجنب اليمين في الاوتوبيس تقريبا كله يعني تعرض لتدمير نتيجة وقيل ان السواء كان بسوق بسرعة جنونية وقيل ان عدد المتوفين برضو يعني تقريبا ستة والاصابات حوالي يمكن ستة عشرين او ترتين الاوتوبيس اللي خلطان كان بسوق ما هو اه يعني حتى اللحظة دلوقتي الكلام كله على ان الاوتوبيس كان بسوق بسرعة جنونية طبعا حادثة مأساوية احنا بنتقدم طبعا بالعزاء لكل الاسر المتوفين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ويعني نتمنى الحوادث دي تقل هو طبعا تم نقل بعض الوسس المتوفين لمستشفى العالمين والمصابين في مستشفى الضبعة ورأس الحكمان فانا تمنى ان دا ما يحصلش يعني فيه حاجة اسمها مسابت سرعة للأسف يبراهيم بتحصل كل سنة لازم تحصل الحوادث دي في وقت المصايف والناس بتسافر تصيف عشان تفرح بتتقلب معهم للأسف بمأساة انا مش عارفة السوائين دول بيطعاتوا حاجة وهم سيئين ايه لزوم السرعة الجنونية دي ايه لزومها هو في حاجة اسمها يعني انت عارفة انت مش هتقدر يترقب كل سواء اثناء القيادة لكن تقدر يتحط زي سيستم يرفع من كفاءة الرقابة على السواء يعني مثلا في تركيا بيعملوا زي ما يشبه السندوق الاسود لمرأبة السرعة بقى فيه كده جهاز بيسجل فيديو السرعة اللي ماشي عليها السواء وبقى فيه كماء كل فترة فبيطلبوا منه ما يساوي السندوق الاسود ده ولما بيثبت ليهم ان السرعة كانت فيها تجاوز وكده بيعقبوه على طول وفيه جهاز اسمه جهاز تثبيت السرعة دايما معظم اوتوبيسات وزارة السياحة بتعمل به في المسافات الطويلة قوي اه يعني اه جهاز تثبيت السرعة وهو مثلا ايه اقصى سرعة العربية دي اجباري 120 مهما السواء ده بنزين مهما كذا هي 120 فنتمنى يعني نحاول مشدد الرقابة بشكل اكثر يعني افادة عن كده وفي نفس الوقت نتجنب الحوادث يعني انا زالت او يا براهيب معلش يعني هو عندنا حوادث الطرور بتسجل وفيات سنوية رقم كبير جدا بتجاوز 7000 دي انا عندي فوبيا من حوادث الطرور دي يعني بتسجل 10,000 وفا سنويا فان شاء الله يعني مع جهد الحكومة والوزارات المختصة والحكومة الجديدة يعني يقل معدل الوفيات على مستوى الحوادث يعني يا رب نتمنى ان شاء الله ندخل للتلات موضوعات عندنا موضوع الموضوع الاول عن حركة الافروسنتريك دي وانا بسميها الكتبة الوهمية اللي اخترعوها دي علشان ينسيبوا حضارة ليهم وهي مش حضارتهم طبعا الافروسنتريك دي اللي هي المركزية الافريقية الزنوج السود بيدعوا ان اغلب الحضارات القديمة هي اصلا بتاعتهم هما ومن ضمنها الحضارة المصرية القديمة ان هي الحضارة الفرعونية الحضارة الفرعونية فده موضوع الاولاني هنتكلم عنه هننقشب التفصيل وهيكون معنا متخصصين الموضوع التاني ابراهيم الموضوع التاني هو يعني تعرض اربع تلاف مواطن او عامل مصري لموضوع ما يشبه النصب يعني ان هما سفروا دولة سلطانة عمان بشكل فيه نوع من انواع التحاول والتجاوز من بعض الشركات السياحة او من بعض الشركات المتخصصة في الكلام ده يعني ان هما رحين يشتغلوا فحصل ان الموضوع ما طلعش سليم خالص فحاولت السلطات في السلطنة ان هي تنهي صلاحية اقامتهم تدخل بعض افراد الجالية المصرية هناك ودفعوا رسوم او غرامات كانت مقررة عليهم وحاولوا يتكفلوا بنفقات عودتهم لمصر فهنقش من خلال الظاهير الخابري ده والموضوع ده هنقش تاني قضية شبه قضية الحجاج اللي هو إسا مصرى وهيبقى معنا على التليفون خبرة تتكلمت عنها المفقود سلامة المواطن المصري فتبدأ من مصر دي مهمة جداً موضوع الأخير بقى ده بيقرقني وبيقرقك وبيقرق كل المصريين هو أزمة تخفيف الأحمال امتى حتنتهي أزمة تخفيف الأحمال هيقف ظل الحر الشديد ده اللي تفعل حرارة بشكل كبير امتحانات السنوية العامة حاجات كتير قوي أعطال ناس كتير قوي بتتعطل موضوع مهمة قوي هنقشوا موضوع مهم هو طبعاً كان رئيس الوزراء طالع في مؤتمر صحفي وحط زي خريطة الطريقة لموضوع تخفيف الأحمال وقال إن هو أول ثلاثة أيام هيبقوا تخفيف الأحمال لمدة ثلاث ساعات بعد كده لمدة ثلاث أسابيع واحد وعشرين الشهر القادم هيتم تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط مش ثلاثة وهيكون وصلت شحنات من الغاز تم التعاقد عليها وتدخل حيث التشغيل فكما قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن شحنات الغاز دي هتمكننا من تجاوز فصل الصيف دون اضطرار لقطع الكهرباء ياريت لكن هو اللي احنا عايزين نشاور عليه في الموضوع المراضي هو القرار برضو اللي أعلنه رئيس الوزراء خلال نفس المؤتمر اللي قال إنه هو تقرر إنهاء وقت تشغيل المطاعم والمولات التجارية وكذا الصع عشرة مسائق مهمة أو الموضوع فهنا عايزين لناقش ما على القرار صح وما للقرار يعني ما إيجابيات وما سلبيات نبدأ بالموضوع الأول الموضوع الأولاني هو الحقيقة أنا مش عايزة أشبه كده يعني أعمل مقارنة بس انتوا معايا وحتقولولي وحتقولي يا إبراهيم نرجع كده للتاريخ لورا كان فيه اليهود مضطهدين من قبل الأوروبيين كان فيه حالة اضطهد ليهم وحبوا يعوضوهم ودوهم أرض مش بتاعتهم ده اختصار الموضوع يعني نفس السيناريو بيتكرر تاني الأفارقة كانوا على مر التاريخ مستعبدين مستعمرين من الاستعمار الأوروبي وحبوا يعوضوهم برضو وقالوا لهم أنتم لكم حقوق لكم حضارة روحوا خدوها ما عرفش الكلام ده انت شايفه إيه يا إبراهيم يعني ده أنا شايفة أن فيه التاريخ بعيد نفسه يعني المهزلة اللي حصلت دي بتحصل تاني هنا في مصر طبعا إحنا شعب واعي شعب مدرك شوية السياح اللي جم في المتحف المصري وعملوا كده زوباعوا وكانوا بيشرح الحضارة المصرية على أن هي أصلها حضارة إفريقية وما كناش هنعرف الخبر ده لولا واحد من السياح حط الصور على الفيسبوك وانتشرت وإحنا عارفنا بالمهزلة دي كان مرشد سياحي أو هو مش مرشد سياحي هو مسؤول في أكاديمية اسمها بيت الحياة في أمريكا هو بروفيسير وبيقلف أفلام ووصائقية وحاجات زي كده اسمه كابا كاميبي كابا؟ كابا كاميبي تقريبا كده فإبراهيم بيتحك بصي هو زي ما أنت قلت كده حالا دلوقتي أنه كان فيه نوع من أنواع احتكار أو تمس الثقافة الأفريقية وكان فيه وقت كبير زمن كبير جدا من حالات الاستعمار والعبودية من بعض الدول الأوروبية لبعض الدول الأفريقية وكان فيه يعني تحقير فيه يعني حضاريا وثقافيا من الأفرقة فيعني يقيل أنهما محاولة الادعاء بأن الحضارة بعض الحضارات وعلى رأسها الحضارة الفرعونية أصلها أفريقي ده يعني نوع من أنواع الدفاع عام وقفهم ضد فكرة أنهما ما عندهمش حضارة أنهما ما عندهمش كذا طبعا الحركة اللي بتتبنى رؤية دي وجهة النظر دي هي يعني بدأت في تلاتينيات القرن الماضي يعني هي يعني بنتكلم فيه حوالي مثلا مرة عليها 96 سنة يعني فهو فيه نقطة فاصلة في الموضوع ده ونعتبر أن ده سؤال إحنا معنا على التليفون معنا على التليفون ناخده بس الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا حضرة الدكتور العظيم أهلا بك أهلا بك يا فندم يعني يعني يقال يا دكتور أن يعني لما الوسيلة بتحدد الهدف هما النهاردة بيشتغلوا سوشال ميديا بيشتغلوا كذا وكذا دي لو حضرتهم فعلا وتم السطو عليها من قبل مصريين آه كان المنطق في الأمور أن هما يلجأوا للقانون الدولي ومنظمة اليونسكو وكذا وكذا عشان يجيبوا حقهم بما لديهم من أسانيد يعني لكن فكرة الترويج والكلام وكذا يعني هل ده هل ده بيعبر عن موقف سليم يعني هو المهم من إحنا نعرف أن الحركة دي يعني إيه الهدف بتاحها وميل اللي وراها الهدف بتاحها هو إسرع التاريخ عشان تقدر تسرع الأردو والجغرافية بعد الحركة ده هي أن الجزور بتاعتها أن الصهيونية العالمية وطبعا أدواتها النمرأ واحد هي أمريكا ونمرأتنين اخترافة وطبعا إسرائيل الصهيونية العالمية اللي هي ضاقت بالأمريكان السود أو السود اللي عايشين في أمريكا عاوزين نخلاص منهم لأنه أما أصبحوا دلوقتي مشكلة بالنسبة لهم لدرجة أنهم وصلوا البيت الأبيض حتى جهود معمل واش يعني أوباما وصل للبيت الأبيض فأصبحت مشكلة دلوقتي يعني أنا كنت في مؤتمر في نيويورك في واشنطن دي سي كل عشر أو عشرين عربية تعدي من أدامي كلهم أصحابها سود يعني كل عشر عشر عربية واحد أبيض هو بس السود فهم دلوقتي يعني تجذروا وأصبحوا مشكلة عظيمة خاصة وأنهم زي من حوالي 150 سنة فاتت أرادوا أن يخلصوا من اليهود طلاقت رغبتهم برغبة اليهود فإنهم هيستقلوا إيبالهم وطن فهم الذين اشتغلوا وابتدوا تاريخيا فلسطين كنتاعتكم وانتوا موجودين وغيرت المعاد والكلام هي دا كله وبعد كده هو من بالقوة العشرين من سنة 48 زرعوهم في أسطن في خطورة يا دكتور الحركة دي فيها خطورة على مصر طبعا هو الهدف هو أولا أنه إهنا دي أردق حضرات بتاعتنا وهو آخره في نفس الوقت يعملوا زي ما عملوا الهكسوس غزوا سلمين يتصربوا لغاية ما على سنة مثلا 2050 أو 2060 أو 70 مثلا 50 مليون 60 مليون 70 مليون دي بلدنا ووقع تفتح بقوة لكن تا مصر بقيت جالية مصرية ومن الرعاية ولسه من المواطنين وبعد كده بقى تبقى الحدوطة فلسطين مصرائي اللي هي تبقى المصريين والأفرق اللي موجودين اللي مساعداهم إسرائيلي مروا حد ليه لأن جيرانها هيئبوا الأفرق السود الأمريكان وليسوا المصريين المقاطعينهم لغاية النهاردة وهيطعوهم العمر كله دي أمرة واحد والأمرة اثنين هيئبوا طيئدين الدولة الاستعمارية دي كلها هيظهروا يصولوا ويجولوا فينا طب دكتور خطر جدا يعني دي وبعدين الرد لازم يعبى دمرة واحد من جانب الدولة حدد عدد اللي دخلين ما فيش حاجة اسمها بقى الشوء ولا بقى الأراضي إطلاقا فيه حق انتفاع وحق انتفاع لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات على الأكثر ويبقى فيه إقامة شرعية أي واحد تشوف ورين البطاقة بتاعتك أو ورين انت الإقامة بتاعتك شكلها إيه وأولادنا بقى في المدارس نعلمهم إزاي يردهم أفهمهم إزاي أن ماكت بلانكنستيتيوت طب إحنا يا دكتور 22 دكتور حضرتك سامعني حضرتك بتتكلم دلوقتي تحت عنوان الحلول وإزاي نواجه يعني الكلام أي واحد أه يعني أنا لو كان حضرتك يعني عايزين قبل ما نوصل الحلول بشكل تفصيلي عايزين نقول إيه يعني برضو يعني بمنطق الأمور يعني إيه الدلال اللي عندنا وإحنا مش محتاجين يدفع عن نفسنا بس برضو نعرف الناس إيه الدلال اللي عندنا إن الحركة دي والمركزية الأفريقية بمرجعياتها للحركات القومية أثيوبيا وكذا وكذا هم لا نقطة لهم ولا جمل إحنا إيه الدليل اللي عندنا على ده نمر واحد نمر واحد دي خطة رد عليهم بالبحث اللي هي ألمانيا عملته وبعتت لنا اثنين من العلماء الكبار سنة 22 بحث ده عملوه في أبو صير الملك اللي يتابع بنسويف اشتغلوا على المميوات من 1200 قبل الميلاد لغاية 600 بعد الميلاد لم يجدوا جين أسود واحد طب انتوا بتقولوا انتوا لو عملتوا الحضارة ده طب الحضارة الثلاثين أسرة دي انتهت في 332 قبل الميلاد اللي ما جاء الإسكندر الأكبر لغاية في 300 ميلادية لما يكن لك وجود وبعد 600 ميلادية ظهروا بنسبة 80% وهما ماكس بلانك الستيتيوت يقول لك بسببين نمره هو واحد سليف تريد اللي هي تجارة العبيد والسبب الثاني التجارة البينية بين أفريقيا ومصر دي مهمة قوي بعد كده هو تقدر البحث بتاع كيمبرج واي واحد ثماني يقدر يفتح النت دلوقتي ويطلع المجلة الأمريكية American Journal of Human Genetics المجلة الأمريكية للقرص البشري والشابتر بتاع Egyptians in Europa المصريون فينا جميع كأسيويين وأوروطيين وأن البشرية خرجت من مصر ولم تخرج من أي مساة طب دكتور وسيم وإيه دكتور وسيم على الخمسة القمسين أجسام اللي مضت أنا على حد علمي أنه كان يعني بعدما الدولة العثمانية سلمت الخليو اسماعيل سنة 1283 هجريا سلمته الولاية على الصومال وأريتريا نشأ فأعقبها حرب ما بين مصر وأثيوبيا وكان حرب يعني طلبة أثيوبيا أنها تدخل فيها الإنجليزي وكان الهدف منها أنهم يعني عايزين نينة بدعوة أنهم أن مصر بتسيطر على الجماريك وبتعلي أسعار السلع وكذا وكذا في حين أنه كان عايز يهرب من خلاء أسلحة لمحاربة المتمردين فده الصراع المصري الأثيوبي الوحيد ما عارفش حدق صحح لي يعني وكان بأسباب ما لهاش علاقة طبعا من أجداد الأثيوبيين الحاضرين ما كانش ليه علاقة بالدفاع عن أثار أو كذا وكذا كان الكلام كله لتهريب سلاح تحت بندن الجماريك عالية وكذا هي طبعا المشكلة دلوقتي نقول له إحنا اللي عملنا الحضرات إحنا اللي بنينا الأرامات وإحنا اللي عملنا الحاجة الدين إصراع ما بين مصر وأسيوبيا ده من قديم ومن جمان وكان أسيوبيا مع دول أخرى كمان وحتى لما تيو دول هيرزر حب يطلب من إنجلترا أن ياخد أغاندا كوطن قومي لإسرائيل قال له لا التخليك دلوقتي هل هم أصحاب هم اللي عملوا الحضارة دي ولا لا أنا ما تخلش في فروع تانية بين إنجلترا وأسيوبيا وغير أنا ما لا يا فندم المقصد هل رصد التاريخ اعتراض شفوي حربي عسكري أيا كان من أسيوبيا على مصر بمناسبة أن مصر خادت التاريخ الأسيوبيا والحضارة أصلاها أسيوبيا أو أفريقي أو كذا يعني هل رصد التاريخ صراع دا كان سببه أحضار أسيوبيا أو الأبتاع هي أيوم كانت مصر هي بس كان أيام حجب سوت دي كانت البعثات اللي كانت بتجيب البخور من هناك والحاجات دي والأقزام وهو وهو والآخر إنما دي من هل دعوا بالقضية الحالية بتاعتنا دلوقتي بيقولوا إحنا طيب أنت ملكش وجود عندي يا سيدي ايه دليلك 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 كامبرج ريسيرش ويرك دليلك ستانفورد وبرسلونا البحث التاحهم اللي قال أن الجين الأسود لم يظهر في مصر إلا منذ 750 سنة فاتت ده طيب دكتور دكتور وسيم القوى النعمة إنه هما مثلا منصة نيت فليكس عملت فيلم عن كليوباترا ببشرة سوداء الإبهار اللي في الفيلم بالممثلين بالموسيقى التصويرية بكل الإمكانيات العالية دي ممكن تأثر في الوعي الجامعي بتاع الشعب أيو إنما العلم يقدر يهدم ده كله من خول للآخر يعني هما مثلا بيقولوا الملكة تي دي زنجية من عند داد طيب يا سيد الرد على هذا الملكة تي أبوها مصري واماها مصري اللي هو ثوية وياوية وأنجب تخناتون وإخناتون أنجب توت عن خاامون توت عن خاامون الشبش بالذهب بتاعه مرسومة عليه ملك حفيد الملكة تي هيمسك واحد دينجي من شعره يعني نرد بالعاق بلايخي لو كنت إحنا منرد عليهم عخلانيا أنت بتقول إن إحنا إحنا المصريين أحفاد العرب الغزاء اللي طردوكم للصف سهارا اللي هي جنوب الصحراء طيب اللهم التمن دول المعروفين دول بنتم في التمن دول دول ما شفناش حرف الأوليف ما شفناش هرب ما شفناش معبد بقى أنت حفيد أو ابن الحضارة اللي اتردت منها اللي كانت بتقول لم أكن سببا في دموع إنسان أو شقاء حيوان أنت أبصها اللي عندك في السنغال قبائل اسمها قبائل عز مست عايشة على أكل لحم البشر واتنام على الجماجن بتاعت الناس اللي قلتها طب يا دك دكتور يقال أن كلمة أثيوبيا وهي طبعا دولة من الدول اللي خدت الحركة ما حدث فيها من مواجهة مع السود أصحاب البشر السودة خدتها مرجع يعني فأثيوبيا يقال أن أصلها كلمة يونانية وعلى حسب حد علمنا أن اللغة اليونانية والحضارة اليونانية يمكن 3500 سنة قبل الميلاد فحتى يعني لو كان اسموكو كده تبي تهميني فيه أثيوبيا كل ما يقولوني لأن أنا أنا أشوف لا هارد على حضرتك لا هقول لحضرتك يا دكتور لا بس تبيت الرفق مش بسيرك عشان تبقى رائع خليك محدد أنت متوجني مع أثيوبيا غير أثيوبيا لا حضرتك مش متوجك ولا حاجة حركة المركزية الأفريقية خدت إيه ظهير لها فنة خدت الدول الأفريقية على رأس أثيوبيا تعاي الرد أنا لما أجد نهارده فند مرجعيتها وأتكلم على أثيوبيا على سبيل المثال اللي هي أصلها كلمة يونانية وعمر الحضارة اليونانية أثيوبيا كلمة يونانية إذا كانوا هم نفسهم الأفرقة مسميين نفسهم كمت وكميني ده الراجل المجرم اللي جاي عندنا هنا في في المتحى في الكبير مسمي نفسه إيه كعبة لا حضرتك كده اللي بتتوين يا دكتور أثيوبيا كلمة يونانية أنا عايز أعرف تاريخ الحضارة اليونانية بيمتد الكام سنة وتاريخ الحضارة المصرية بيمتد الكام سنة ومن هنا يظهر الحضارة المصرية أقدم من من لفظ أثيوبيا فضل أو زي الإجابة أعد فضل أفلاطون جاء عندنا 450 قبل الميلاد وقعد 13 سنة وعلمناه الفنسار وكتب في كتابه القوانين ما من علم لدينا إلا وقد أخذناه عن مصر سولون جاء عندنا هنا في مصر واضطر لاعتنق الأمونية حتى يستطيع أن يدخل المعابد ويتعلم القانون ورجع به إلى أتينا وسمى قانون سولون في تجارس اللي هو في سجارس جاء عندنا هنا في مصر قدم على جامعة أمون رفضوه وقبلته مدرسة عادية جدا وقعد عندنا هنا 22 سنة ونحن نعلمه الجبر والهندسة والرياضيات اللي طالعين به سمت الوقت من الأول إلى آخر المدير اختب مارتن برنال وهو رجل معصر لنا اسمه بلاك أسنس أنك اليونانيون كلهم جميعا كل ما أخذوه من مصر لدرجة أخذو نصف الأبجدية الزيروغليفية اللي هي الحروف اليونانية بتاعته ودكتور طحصين ده ما تقرأ كتابه اللي هو مستقبل الثقافة في مصر يقول لك اليونانيون يعرفون أنهم تلاميذ للمصريين في أحدى الرقيم الرقيق طيب دكتور وسيم حركة الأفروسنتريك دي جاية من الأفرقى الأمريكان اللي هما مش من القرى الأفريقية نفسها صحح لي الكلام ده لو غلط أتخذ دالي حركة الأفروسنتريك دي بيتبناها الأفرقى الأمريكان بدعم أمريكي سهيوني أوروبي مش الأفرقى اللي موجودين في قرى أفريقيا المعلومة دي صحيحة شوفي جامعة هارفرد عملت شغل جامد أوي يا جماعة اعتمدوا على الجينات أساساً أولاً الأخير عملت شغل على القرى الأفريقى اللي فيه ثلاثة أربعة دول لأنكم النوم أثيوكيا طلعت نامرة واحد أن اللي موجودين دلوقتي الجينات بتاعتهم الجينات مخلطة وليست من أصليين نامرة اتنين أن الجينات المخلطة والأصليين إنما منهم في علاقة بالجينات المصرية من الأول آخر إيه رف إيه رف هارفرد كتب إيه ولسه ريس لكلام ده نعتمد على العلم والرد بالعلوم من الأول للآخر إنما هم نفسهم يسميين نفسهم الزنوك والراجل اللي اسمه الشيخ الشيخ دايوب أنتا دايوب أنتا دايوب بتاعتهم اللي أخدها بعد سلوع العين لأن كانوا رفضين واخدها من السوربون اللي هي الجذور الزنجية في الحضارة الأصلي وطبعا تدخلت السياسة وضغطت على السوربون عشان يدولوا باقتراف الموضوع ده أول فهم وقدمين نفسهم الزنوك فالرق الزنجي أو الجين الزنجي ملوش وجود عندنا في مصر إلا 8% أكوردن لماكس بلانك 9% أكوردن ل لوبك دي بردو جمعة في أرساني بردو من الدولة من كذا جهة أولا سفاراتنا في طرة أفريقيا لازم أبقى لسه أينك إنه لازم لازم يعني أولا تحجم مفيش حاجة اسمها بيع مفروض وبعد عزل الحاج كل المبيعات اللي اتباعت لهؤلاء الأغراب والأجانب إن كانوا عريين ولا سوريين ولا أفريقة إنما هي باطلة وليلي باطلة ليه صدر لين لسبب بسيط دي ممتلكاتي أنا وأنا الذي يمثلني هو البرلمان فهل البرلمان أدى للحكومة حق البيع لم يوطيها حق البيع يبقى هذا بيع باطل ومن حقي إن أنا أسترد الحاجات دي ووديهم فرسهم اللي أخذوها وكمان يا دكتور الترويج الترويج لفكرة إن الحضارة المصرية حضارة مصرية خاصة بالمصريين يعني ما فيش أي تشكيك فيها ده يتم من خلال إيه من خلال القوى النعمة اللي لها تأثير قوي جدا على الشعوب يعني إنتاج أفلام إحنا أولا نتكلم عن حضارتنا نتكلم عن تاريخنا نتكلم عن الملوك اللي عندهم أحداث وحكايات كتير إحنا أولا نتكلم عنها من خلال الأفلام الكبيرة من خلال يعني وثائق أفلام وثائقية نسجلية كمان من خلال السفرات اللي موجودة في أفريقيا في القرى الأفريقية في الدول اللي في أفريقيا مش بس بتقتصر على العمل القنصري كمان مهم جدا الترويج الثقافي للحضارة المصرية معي يا دكتور أنا معكم يعني العبق عليكم جامد والأمل فيكم كبير وهو يعني التنوير وباستمرار إنما أنا اللي شايفه إن ده موضوع خطر جدا وإن ده بيتخططوا من ثمان زي ما بيتخطط لموضوع إسرائيل مغاية ما نجحه يعني بدأوا في 1897 مع تيودور هيرزل وفي ألف تسعمية سبعة واربعين كان التعسيم وتمانية واربعين كان إعلان دول إسرائيل أنا بشكرك يا دكتور دكتور وسيم السيسي عالم المصريات بشكرك شكرا جزيلا على كل الموضوع القايم اللي راح تكلمت فيه كل المعطيات اللي راح تكدت هل شكرا لك إبراهيم عندنا فاصل قبل الفاصل علاء اللي كرة تعليق سريعا لا يعني هو بصي أنا شايف إن إحنا يعني ناخد المبادرة ونواجه الناس دي في ساحة قانونية ويفضل إن ما يبقاش باسم مصر يعني تتبنى واحدة من الجمعيات والمؤسسات الدولية المهتمة بالحضارة والثقافة بإن نوعز ليها أو يعني نتعاون معها هي تتبنى الموضوع دوت لكن مش على مستوى رسمي دي يعني أقترح كده يعني لأن هما ما عندهمش يعني ولا أدلة ولا أسانيد ولا حجج ولا براهيم صحيح اللي يثبت إن الحضارة المصرية الفرعونية هي كان بتاعتهم وإحنا خدناها لأن لأن الأثر يدل على المسير صحيح والبعر يدل على البعير يعني ما ينفعش بإحنا الأثر بتاعتنا وعندنا وهم ما عندهمش أي حاجة يعني الأثر دليلة على أن كل حاجة صحيح بس يعني وإحنا شعب واعي ما حدش يقدر علينا بقى من الآخر نطلع فاصل نطلع فاصل نرجع مرة تانية ورجعنا مرة أخرى من جدة التحية لحضراتكم وفيه موضوع مهم جدا هنتكلم فيه هو أزمة العمالة المصرية اللي تكدست فيه سلطنة عمان إبراهيم تقريبا أربع تلاف أربع تلاف أربع تلاف عامل مصري هم تقريبا كانوا مسافرين للشغل وتأشيرات سيحية تأشيرات سيحية وأوثموهم أنهم حيوظفوهم وهم مهن مختلفة مهندسين الشركات السيحية نفسها هي اللي وعدتهم بينها توظفهم في سلطنة عمان ورحوا لقوا نفسهم متسوحين لا ورحوا يعني دفع واحدة ولا على دفعات أعتقد دفع واحدة دفع ما شاء الله دفع واحدة ورحوا لقوا نفسهم هناك إيه ده لا فيه شغل ولا فيه توظيف ولا فيه حاجة وحتى الإقامة غير شرعية لأنها تقريبا نجزة سياحية لقوا بقى لها عمر فتراضي يعني ممكن بعد شهر بعد شهرين تسقط يبقى هو مطالب أن هو يرجع كما كان يعني ما يستمرش فخ بقى أن هم لا فيه إقامة ولا فيه حاجة وعليهم غرامات مالية قد كده ولازم يدفعوا إما يتسجنوا يعني حوثة سوداء اللي حصل بقى يا إبراهيم بقى حصل الجالية المصرية هناك عملت إيه؟ إحنا يعني الجالية المصرية هناك هي تدخلت مع السلطات العمانية ويعني حاول توفر المبالغ اللازمة للناس اللي هم المصريين أصبحوا مخالفين في الوضع ده على أساس أن ما يستجنوش وحاولوا يعني على حسب برضو ما ورد إلينا من أنباء يعني أنهم يوفروا فلوس ونفقات العودة لبعضهم حقيقة موقف مشرف جدا من الجالية المصرية هناك هيبقى معنا المهندس معنا دلوقتي المهندس خالد الشال نائب رئيس الجالية المصرية في سلطنة عمان أهلا بيك يا بش مهندس أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أنا بشكرك الأول على الموقف الوطني المشرف اللي أنتو عملتوه هناك مع المصريين وقل لي بقى أنتو حلتوا الموضوع الزي لا أنا عايزة فجأة خالد بيه زي حضرتك خالد بيه عايزة فجأة كده هنجيب القضية من الآخر خالص مش من الأول يعني وبعدين ناخدها بالراجل يعني هل هل نقدر نقول بس مش عارف حضرتك يعني هيوصل الفكرة ولا نقدر نقولي وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار سبب من أسباب تعرض العمالة المصرية للنضصب وتعرضها للمشاكل دي بعيدة شوية صح؟ والله بس حركة تحديدا المشكلة المتمثلة في بعض المكاتب اللي هي بتعمل تعشرات السياحة وكده هي دي الحقيقة يعني السبب الرئيسي والأساسي في الأزمة الكبيرة اللي مر بيها كتير من المصريين في الأزمة بتاعتنا دي طبعا يعني مين بقى ما تقول عن دي بصراحة يعني أنا يعني مش عارف بالزلط لكن الحقيقة الناس دي فعلا فعلا قازت الناس لا بطبيعة الحال بتحلم بفرصة عمل وبتحلم نادت حضرتك حطيت إيدك وعايز أربط لو وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار اشتغلت يعني بالكفاءة المطلوبة هتوفر فرص العمل فيبقى المواطن مش محتاج يسافر برة أو لما ييجي يسافر مش هيشتغل بطريقة إلا ماك على المر أو يبقى مش مدقة لأنه هو تحت ضغط البطولة فده الربط في البداية يعني حضرتك حطيت الجملة النص التاني من الجملة وأنا كنت حطيت النص لأوه والله يبص حراك يعني يعني العالم كله الناس بتسافر وتفحص عن فرص عمل وعايزة تزاود دخلها العالم كله مش مصر فتح لكن الحقيقة اللي بيزعلنا إن الطرق النصب والاحتيال واللي احنا بنشوفه دوت ده احنا مشوكناش في العالم كله صحيح بتحصل حالات فردية في دول هنا وهنا لكن عندنا في مصر الفترة الأخيرة المكاتب دي الحقيقة يعني عملت حاجات والله يند لها الكبير يعني بتفسر حضرتك ده بإيه يعني؟ نعم يعني بتفسر حضرتك إن المكاتب دي بيتمارس مخالفتها وبتعمل حاجات أكتر من المتعرفة عليها على مستوى العالم إيه السبب وردها؟ بص حاجة السبب حاجتين إن أول حاجة بيستغل رغبة الناس إنها بتطلع وتسافر وتدور على فرصة عمل وتزاود أخلاها وده زي موضع حاجة ده حلم مشروع يعني طبعا والحاجة التانية إن هو برضو يعني بيستغل أهلنا البسطاء اللي موجودين في المحافظات أو هنا أو هنا بيعرف إن هو يعني يبيع الوهم يؤثر عليه آه يوهمه صحيح آه فهو طبعا بيدخله من المدخل ده يعني يقول له آه والله فيه فرصة عمل بره في سلطنة عمان وإنت بتقبض مثلا كذا وتاخد كذا وا 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 طبعا اللي بيسمع الكلام ده ما بيبصش في التفاصيل يعني آه بيصطدم بالكارثة إمتى بقى لما بيوصل هناك في عمان بيجد إن هو بقى أولا طالع على التشريح التأشير السياحة وليس التأشيرة عمل وبالتالي مفيش جهة أصلا هو راح يشتغل فيها وبالتالي آه يقول لك أحيانا ده طالع تأشيرة حرة ويدور على شغل مفيش لا تأشيرة حرة هم تجاوزوا فد مدة الإقابة بأدية الإقابة الرسمية تحت تحت بند التأشيرة اللي معاهم تجاوزوها بمدة أدية بص حرك فينا طبعا هي للتأشيرة بتطلع الشهر بقى ممكن تتجدد فترة بسيطة وخلاص فطبعا في ناس بقى خلفت بعد التأشيرة دي كسرة الفيزا ممكن فيها حد قعد شهر اثنين ثلاثة وكانت الغرامات المقررة عليهم أدية فن نعم الغرامات المقررة عليهم من سلطان العدس والله بصحك هي الغرامات بتكون بصورة يومية وبعدين بتزيد لغاية ما توصل لحد الأقصى بتاعها 500 ريال عماني طبعا خلصية العماني ده مبدأ تقريبا حوالي 60-70 ألف ادية اه يالدفع يالحبس غير بقى ده دي كمان حرك دي الغرامة المقررة طيب هو بقى عايز يرجع يعني هو أصلا منصوب عليه وبيمر بظلوف من أصعب ما يمكن وكمان معهول بقى فلوس اذا كان جايب فلوس ولا حاجة خلاص خلصت طبعا المصريين بقى مش عايز بقوله حضراتك بقى يعني جدعان اه يعني زي ما بقوله فيه ناس فئة هيت موجودة وكده فيه بقى معظم قصير للمصري بقى في البرة في الغربة ما اقدرش بقى قادر احكي لك يعني من هنا البكرة ما شاء الله ما شاء الله ربنا يعني يزيد من من أعملكو طب آآ حضرتك هل في مكتب تمثيل عمالي في 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 سلطانة عمان الحقيقة لا الحقيقة لا لكن الحقيقة برضو احنا عندنا السفارة آآ ساعة 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 قراريو ساعة خزب ايوه من نضياء ده اللي احنا طبعا متواصلين معهم ده هو اجمالي عدد العاملين المصريين آآ في 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 سلطانة عمان تقريبا قد ايه؟ احنا الجالي عندنا تقريبا حوالي تمانين ألف تمانين ألف تمانين ألف مصري آآ طيب طبعا متوزعين تو كل محافظات السلطانة لكن الاكتر ما بين مصقة وصلالة طب حضرتك ما ما خدتوش آآ مثلا ما قررتوش ان انتو تطلبوا من وزارة القوى العاملة آآ ان هما يفتحوا مكتب تمثيل عمالي آآ في السلطانة مع الوضع في الاعتبار ان هما ان كان فيه مكتب تمثيل عمالي في اليمن وتم غلقه فممكن ناخد الاعتماد المالي اللي كان مخصص ليه ونعمله آآ نفتح بي آآ آآ مكتب تمثيل عمالي في السلطانة حاجات تانية ان ان بيروت فيها مكتب تمثيل عمالي وما اعتقدش ان احنا يعني عدنا بنعتبر سوء العمل اللبناني مستهدف بالنسبة لنا والاعداد اللي موجودة هناك مش كتير يقال المانع ان احنا نقفل ده ونفتح ده يعني هذاك مشيته في الحقيقة لا الحقيقة لا الحقيقة لكن طارد ودي فكرة كويسة ونتمنى انها طبعا تكون محل يعني التفكير وتنفيذ طبعا ياريك لان سوء العمل في السلطانة مرشح لاستقبال مزيد من العمالة صحيح فبالتالي يعني بالعكس اصلاح ذلك مكتب التمثيل العمالي مش دوره كمان حل مشاكل المصريين في الدولة اللي هو بيشتغل فيها وتعرفهم بالقانون وحقوقهم واجباتهم لا هو ليه دور تاني ان هو يفتح سوء العمل في الدولة اللي هو موجود فيها لاستقبال المزيد من العمال المصري يعني يوفر فرص عمل صحيح فبالتالي هو هيساعد في المسألة دي لا ويتابع كمان حضرتك ده اه اه هو مسؤول عن حل مشاكل العمالة ايا كانت سواء هما مخالفين او غير مخالفين جزء اساسي مسؤوليته ان هو يحاول يحل مشاكلهم يعني انا قصد حدق كمان ان هو يكون يعني منوط بين هو قبل حتى حد يطلع من مصر يطمئن ان هو فيه معاه عهد اه الاجراءات الوقائية والاستباقية اطبع طبعا 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 يعني بحيث كده انا اطمئن انه ما فيش حد يطلع عليه يتنصب عليه ولا يبهد له ولا اخذ طب يعني اذا اه مقول يعني اذا كان حضرتك حضرتك يعني رغم المأسادي ومتحرك المعدن القصير المصريين في سلطنة عمان قد ايه وقفه مع كل المخالفين قادر استطاعتهم طبعا يعني يعني قدمتوا دعم تقريبا بمبلغ قد ايه ولا ولا ما نحبش نقول كده على الهواء والله انا مش عايز اتكلم في معقوله يعني انا قادر اقول حيك ببساطة يعني ان كل المصريين سواء يعني جهات رسمية زينا مسا احنا نادي الجالية المصرية في سلطنة عمان احنا اطور جهة رسمية وممثلين للجالية المصرية لكن مش احنا بس الحقيقة يعني احنا عندنا في لجنة خير كبيرة وفي متطوعين كتير جدا اللي انا عرفه يا بش مهندس ان انتو بس ما قدمتوش الدعم المادي وحلته الازمة لا انتو كمان كان في مواقف انسانية كتير يعني كان في ناس محتاجة تعمل عمليات وتعمل لها عمليات ان شاء الله اه يعني كلمني عن المواقف الانسانية دي تمامي تخلي في حضرتك ناس سافرت بره بره بلدها وراحت بلد تانية واتشفت انها تنصب عليها صحيح فيه ناس بادي توقف معاها وبادي تقدم لهم دعم مادي وحاجات عينية وانه احيانا كتير بيوفر لهم ساكن والاخر وانحنا طبعا ده دورنا واساسي وده واجبنا يعني بنتكلم صديق لكن طبعا الناس دي بتتعرض لمشاكل صحية بتدخل مستشفيات لا هو عنده تأمين صحي ولا هو عنده القدر المالية انه هو يعني فيه ناس كتيرا يعني يعني تواصلنا معاها عندها مثلا قلب يعني المشكلة كبيرة في القلب تخيل احرك مثلا احنا بكلم في الاف بقى يعني طبعا عشان نصرف عليه طبعا لنا اصدقاء مصريين كالترخيرهم ده كثرة بيساعدونا في الحالات ديت لكن لهم حدود برضا اه طبعا فلازم احنا برضا لازم تعاون مع بعض كلنا احنا واهل خير كتير احنا نقف جنب الناس دي والحقيقة ما عندناش خيار يعني كتير يعني ايه الحل لازم كل كلنا نقف معاهم وكده تمام بس الحقيقة الفترة الاخيرة العدد زاد بصورة بقى يعني ايه بقت ملفتة بصورة غريبة جدا طب يعني يعني مهندس خالد ما وجهتوش رسالة يعني رسالة زي نداء مش عايز اقول تحذير يعني لوزارة القوى العاملة بان هي تكسف عملية الرقابة على الشركات ووزارة السياحة بان هي لان فيه شركات الحق عاملة دي تابعة لوزارة السياحة وشركات السياحة تابعة لوزارة السياحة فهل ما حاولتوش تخطبوا الوزارتين او انتم ما عندكمش قليل التواصل مع الوزارتين بس انتم تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمصري بالخارج فيعني هي ممكن تبقى نقطة الوصل بين حضرتك وبينزم الوزارات المتبقية يعني هي تستقبل منك وتنقل لوزارة الداخلية وتنقل لوزارة الخارجية وتنقل كذا يعني هل سعيته في ده ولا كان السعي منصب ومديل أولوية لفكرة الدعم الإنساني والقوف مع بعض يعني في الظرف الطارئ بص عاك إحنا مشينا في الجانبين يعني جالب الإنساني ده ما نقدرش نستقل يعني نأخر فيه ولا دقيقة واحدة بقول الله ومشينا بس على فكرة ولا احنا بالمزوى احنا بنشتغلش عمل فردي احنا بنشتغل عمل مؤسسي وفي الجان جوه الجالية يعني لجنة كذا التعليم لجنة مش عارف كذا طبعا طبعا ومشي احنا برضو بالمزوى كنادي جالية فيه أهل خير كتير جدا طبعا حتى لو مش بياتبع لنا كنادي بيلاقي أخوه مصري متبهدل أو زروف صحابة كده بيقف معاه فالمصريين كمعدن أصيل حقيقي يعني فيعنا أنا من هنا بشكرهم جدا جدا والله وحاجات كتيرة جدا احنا نعلمها ما ينفعش تكلم عنها يعني وحنا نقدر ده وله يعني لكن أقول حقيقي احنا بقى فيه تنسيق تاني مهم جدا بينا كنادي ناجالية والسفارة المصرية لان هي طبعا دي الجهة الرسمية اللي احنا طبعا بنتواصل معاها بحيث ان بيحصل تنسيق ومخطبة الجهات الرسمية المصري يعني خطبنا للخارجية وهم نزلوا تحذير رسمي خارجية المصرية انها بتحذر برضو المصريين انها تسافر وانها تتعرض لنزلوا واحتيالوا اول اخروا هو التحذير طبعا من ناحية التوجيه وكده حاجة لطيفة بس طبعا فيه اجراءات يمكن تبقى اقوى من كده المفروض يتم التبعات طب هل فكرتوا فيه اعضاء مجلس النواب اللي هي الكوتة عن المصريين بالخارج تلجأوا لهم كالية والله بص برضو احنا معايا الوزيرة سوها جندي احنا هي شكلت مجموعات يعني انا بكشرف ان انا في كل مجموعة اللي بنتواصل معاها بصورة مباشرة عشان تنقل برضو المشاكل بالمرة وكنا عرضنا عليها فعلا الموضوع ده وهي فعلا يعني قالت ان انا بساعد جدا في الموضوع بس الحياة الموضوع حضرتك برضو السيطرة عليه محتاج تعاون كامل من كل الوزارات ومننا احنا كمان التوعية ولازم ان احنا فعلا ندرى بيد من حديد على كل مكتب تعلم بيدور المصريين بالطريقة دي يعني الحياة مش بسيط عشان نكون امين يعني اه مش الموضوع مش سهل يعني مش هنتكه على زرار نحل المشكلات لازم تعاون من كل الوزارات سياحة وهجرة ودخلي انا هسأل حضرتك سؤال واتمنى الاجابة تكون بنعم احنا عندنا ما يقارب زي ما حضرتك قلت في البداية تمانين الف مصري موجودين في سلطانة عمان هل عند حضرتك قاعدة بيانات باسماءهم واصحاب الاعمال اللي هم شغالين فيها وميهانهم وتليفوناتهم يعني وصلنا للمقدرة بان احنا نعمل قاعدة البيانات دي انا قلت لك في الاول اتمنى الاجابة تكون نعم والله انا شغنت من بنعم لكن عمليا الحقيقة لا احنا ولا غيرنا لقد يقدر يكون عندنا ده لا انا هقول لحضرتك طبعا المسألة ممكن تبقى أصعب في دولة فيها جاليات مصرية زي السعودية 2 مليون لليبيا مش عاف كذا ارقام كبيرة لكن 80 الف من وجهة نظري ما فيش فيها صعوبة هتحتاج شوية جهد يعني لكن لو من خلال وزارة الهجرة يتم التنسيق ان مصلحة الجوازات او المطار مثلا مطار القاهرة اللي هو المنفذ الاول للسفر للخارج هو بيشوف التأشيرة وبيشوف المواطن رايح فين ممكن ببرنامج صغير خالص يسافر من عنده النهاردة 100 يعرف فيقول ان في عشرة رايحين سلطنة عمان بتأشيرة سياحة يعنده مع التأشيرة ومع كل حاجة دي ممكن تبقى ألية تساعد في تكوين قاعدة البيانات مع أليات تانية كتير ممكن مع وزارة القوة العاملة مع وزارة السياحة مع الشركات يعني لازم بس انا برضو زي موضع حريكي الامر مش هكون بسهولة مش بسهولة طبعا ده يحصل محتجور لكن انا اتمنى كل مصري بره حضراتك طبعا يكون ده يعني احنا كتير يجالنا مثلا ان في مصري عنده مشكلة في المكان فلاني انا معا يعني عشان ابحث عليه او او اوصل اليه وكده احيانا بيبقى الامر مسهل يعني المفروض بقى لو تفتح مكتب التمسير العمالي هيساعد طبعا 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 ان حماية العمالة المصرية بالخارج بيبدأ من القاهرة بتتفي او بتختلف يعني هي الوقاية خيره من العلاج ان انا ببقى بفتش على الشركات المسؤولة عن كذا ان انا لابقى عندي قاعدة بينات يبقى فيه تنسيق بين الوزارات كلها فبالتالي يعني من وجه نظر نوع ان حماية العمالة المصرية في الخارج اي انكات الدولة بيبدأ من القاهرة من خلال اجراءات وقائية حباك تتفي او تختلف انا طبعا اتفق طبعا حقيقة اي حاج يتفق من ده يعني انا النهاردة الشركات دي حضرتك فعلا فعلا لو قدرنا فعلا كل الناس اللي هي المحتلة دي او كده اه نقدر ان احنا نوصل اليها وان احنا فعلا فان يتعقبع طبع اسير جدا جدا خلاص قفلناها من مصر يعني مش نقدر نقفلها مية في المية انا عارف لان الناس بتقدر تتلون وتقدر عنده اساليب وبرضو كده لكن احنا عندنا ما شاء الله الجهات تقدر انها مع التوحية حضرتك برضو برضو خلينا اقول له حريك في ناس كتيرة او بلاش كتيرة يعني فيه برضو فئة هو بيعرف ان هو طالع شو مجازف لكن بيطلع يعني عشان نكون امين يعني اللي رماك على النظر بتعايد احمل الجهات الرسمية كل هاج عشان نكون امين يعني باش مهندس خالد الشيل نائب رئيس الجالية المصرية في سلطنة عمان انا بشكر حضرك شكرا جزيلا وانا بشكر حضرتك وبفتخر يعني انتو محل فخر ومحل تقدير يعني فوق الروس والله شكرا جزيلا لحضرتك المصرين في الغربة حاجة شرف بجد يعني نلحق كده نقول كلمتين كده عن الحر والكهرباء قبل ما حنختم حنختم يا برئيس يعني الوقت خلاص احنا فضل لنا دقيقتين تقريبا دقيقتين يعني لو اتكلمنا على تخييف الاحمال يعني دقيقة سريعا كده يا برئيس تعليق سريع يعني قيل ان تخييف الاحمال اللي هو اهدف اقتصادية هو توفير مليار دولار سنويا لكن للأسف مع التطبيق ثبت ان هو وهو بيوفر مليار دولار ممكن يكون بيقصرنا اكتر من كده يعطى الاستثمار والاقتصار يعني انت عندك خمس مصانع اسمدة بتصدر بالعملة الصعبة للخارج ويقفت بسبب بس المصانع دي ابراهيم تقطع فيها الكهرباء اعتقد في قنوات فيه لا دا هم اعلنوا هم اعلنوا عن كده اه طبعا اسمعت التصريح ان المصانع مستثناء من قطع الكهرباء لا لا ما هو بقى دي المشكلة التانية اللي عندنا بس دي محتاجة شرح كتير ان احنا ما عندناش تخطيط ومراني جيد واستخدام الاراضي بشكل جيد اه فده بيخلي المستشفى جوه المنطقة السكنية المصنع قريب مش عارف من كذا الورشة فبالتالي لما بيقيتع كهرباء بيقيتع كهرباء عن اماكن حيوية مع اماكن سكنية وده بيخوف المستشفى يعني تخيالي مثلا مستشفى للاطفال مستشفى الاطفال دي موجودة جوه حي شعبي وده مسموح بي فلما بيقيتع الكهرباء عن الحي الشعبي ده بيقيتع الكهرباء عن المستشفى فبتحصل مشاكل كتير يعني بص يا بص يا ابراهيم الموضوع ده مهمة جدا مش هينفع ان احنا نكرويته كده احنا هنعمل له حلقة ان شاء الله ونتكلم عنه بعشان ده يخصني شخصيا ان شاء الله وقت حلقتنا انتهى بسرعة يعني الامور بتجلي بسرعة يعني فان شاء الله يعني نتمنى نكون الموضوعات اللي احنا قدمناها لحضراتكم النهاردة فادتكم وان شاء الله نلتقي بيكم في حلقة قادمة ان شاء الله في نفس الموعد شكرا جزيلا